حسب التقارير التي تردنا وقاعدة البيانات التي تتوفر عندنا بأنه يحتاج مستشفى القيارة وكذلك باقي المراكز الصحية فيها إلى تأهيل قسم منها يحتاج إلى ميزانيات حقيقة تشغيلية من الحكومة المركزية ومن ديوان محافظة نينوى لذلك من الضروري جدا المباشرة الفورية بهذا الموضوع ويجب أن تأخذ وزاعة الصحة دورها الرئيسي والمفصل في تأهيل هذه المؤسسات الصحية عن طريق رفد بكميات كبيرة من الأدوية وكذلك صرف ميزانيات تشغيلية فورية كحالات طارئة من أجل إعادة الحياة إلى هذا المستشفى العام لما يقدمه من خدمات كبيرة لعداد كبيرة خاصة أن هذه الناحية قد كانت تحت سيطرة الإرهاب وقد حرم أهل هذه القيارة والمناطق الأخرى التي كانت هي أو مواطنيها يراجعون ناحية القيارة لأجل الحصول على الخدمة الطبية قد حرموا من أبسط الخدمات سواء كانت لقاحات الأطفال أو أدوية أمراض مزمنة لذول احتياجات الخاصة أو أمراض سرطانية أو حالات ولادات أو أمراض الأطفال فالدعم والمتابعة من قبل الحكومة المركزية وحكومة المحلية في نينوى يجب أن نتوحد وتتضافر كل هذه الجهود من أجل عادة هذه المؤسسة الصحية الهامة في القيارة وباقي المراكز الصحية إلى تقديم الخدمات الصحية من أجل ديمومة المنظومة الصحية في هذه الناحية وأن تكون بداية وسابقة جيدة ومهمة من أجل تعميم هذه التجربة على محافظة نينوى إن شاء الله بعد أن تتحرر في وقت قريب من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي نحن في لجنة الصحة والبيئة النيابية طبعا شكلنا خلية أزمة وغرفة عمليات طارئة مع وزارة الصحة ومع دارة الصحة الهامة من أجل إعطاء هذا الموضوع أولوية خاصة وآنية وإن شاء الله سوف تصرف ميزانيات تشغيلية من وزارة الصحة بعد المطالبة النيابية والدستورية من قبلنا لوزارة الصحة من أجل مساعدة كوادر هذا المستشفى من إعادة تأهيلها وكذلك البدء بتقديم الخدمات الضرورية والشيء الهام الآخر طبعا هو أن تكون هذه المستشفى تزود بطواقم طبية جيدة من كافة الاختصاصات سواء الاختصاصات النسائية أو الجراحة أو حالات الطوارئ طب الأطفال لأنه أكرر بأن هذه الناحية قد عانت الكثير من سيطرة داعش وقد حرم أهلها من أبسط الحقوق ومن الخدمات الضرورية لإدامة الحياة سواء كانت خدمات صحية وقائية أو علاجية أو خدمة طب الطوارئ ترجمة نانسي قنع